السلام عليكم ورحمة الله و اللهم صل و سلم على رسول الله مرحبه بكم بي مع قناة لكي اليوم اتردت لكم وصفه الصيفية هى سردين في الكوشة ينالى من مغلاء و يتابعوني اليوم بتطبيق ال video الاخير و تداموني بالإجابة و أعطى يوجد كيلو خسلته في المسارين و نقيته غاية و الهناد و تقوم بمزايد الغياد نقوم بتربع الروز اخطأ الروز اخترت الروز نغلل وحاملها احضرت الروز نغلل في الروز يغلي يطيب النار 14 او 13 دقيقة ليس طيبا كلياً يطيب حوالي 85 او 30% لا يطيب كلياً أخذ الخطر الأولى تنقص النار المتوسطة كانت من الجهد تنقص النار المتوسطة تخلوه يطيب هنا ثم أخذ السردينة سردينة تقطرت أغايف الكسكاس ونقل على هذا الشوك ونقل على هذا الشوك ونقل على هذا الشوك نقل على أعضار ونقل على طبس حداياة ونجيب الحبة الزوجة سأقل على هذه الشوكة ثم تقلعوا هذه الشوكة وهذه الشوكة ونقلعوا هذه الشوكة لا تقلعوا لهم وضع للقلع الشوكة وك Vedر الحب التحول تبقى بلعة والحشوة لا تخرج هنا يجبت بول فيه المحدة لنقلع الشكر ثاني يجب أن نغمسها كمية على الحوت سوف نخدم التطبيل زوج مغرفة الزيت هذه من بكري نضيفها لكن كيف نضيفها بكري نضيفها مقلي زوج مغرفة الزيت زوج مغرفة الخل نصف مغرفة صغيرة طماطس القوطة طماطم المركزة حرور فلفل أسود كركب فلفل حمراء كمون ملعقة صغيرة قصبر المعدنوس فقط قصبر المعدنوس نضيفها اضيفها من قصبر المعدنوس اضيفها كيف يقوم بحراء الفرماج لنضع ملحة تضع مبشورة نضع ملحة نضع ملحة نضع ملحة نقوم بحراء نقوم بحراء الحوت يجب أميزه من الحوت من اجل الوهرانيات تجعل البصل يكون بينا باستخدام البصل للبصل يكون باستخدام الأطفال يكون نورمال أقوم بمشار الروز سيطاب الحب الروز سيطاب الحب الروز تنقسم لكم ضفيت على النار قطرته وشللته بالمبارد ونجعله يكتر من حملة أقوم بمشار الروز تنقسم لحبات الحوت ونجعله يكون قد قد يكون حجم سوف نغمس المغايف وشرب الحوت وتشرب الحوت ودخل في اللب جمعها وحيثت في فرن وحبتها في الفرن وحبتها في القناة ستجد في اخر الفيديو كيف تخدمه شابلوغ وتبلا و هناك سميد الرقيق خبز مرحي خبز مرحي وفيه ثوابل وخلطه مع السميد الناعم تقدروا تخدمه غير السميد شوية ثوابل وملح وفلفل حمراء وزعيترا كما تريدون في تلك المواد الناشفة سميد وشابلوغ كما رأيت الحوت نقوم بحشو وتضرب حشو ونقوم بقرمش ونضعه في السني بابي كويسون ورق الزبدة وخدمتكم تكون القياة لا يخسر المولان ونزعه من هذا الطريق لنزعه لا يخسر ونزعه غمصه وقام بحشو ونقوم بخبز ونزعه المنزل وغمصه ونزعه كوشة تحمى و تسخن على درجة حرار 180 سوف نقوم بضعة قطارات لتحمر لا تكتر الزيت بضعة قطارات لتحمر كل حبة نقوم بضعة قطارات لتحمر حوالي 10 دقائق ماكسيما 12 دقائق لا يوجد غليظة لا يوجد كوش كبير كوشة تكون رقيقة و تكون شعرها مبشور و سوف نقوم بضعة قطارات لتحمر نكمل هذا الروز لنقدمه مع الحوت هنا نقوم بضعة قطارات نقوم بفصوص توم 5 فصوص توم و نقوم بفصوص توم تجربة قطارات لتحمر نقوم بضعة قطارات لتحمر تجربة توماتيس تقريبا تجربة توماتيس عينها مبشورة لا يوجد كوشة تصلي قطارات مبشورة تستبعدوها تستبعدوها على شدر تحت الضروك تضعها في هذا المومو حمرة من بعد ذلك الروز لا يأتي بيض وصامة لا يأتي بيض وصامة حمرة 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 ثم نضع ذلك الروز لنرى غاية من شاء الله هذا الروز يجب ان يكون غمضين لا يتعجن مواله رائع جدا هنا نخلط المقلة التاعيف وزدت فيه ملح الروز صامت هذه ملاحظة فلفل أسود ونخلط كل شيء مليح بشتمزج المكونات كما اشتغلت منها حوالي هذا الروز تعرفوا بيض وزوج ولادي صغار هذه الكمية تقدم ما شاء الله نغطي عليه ونخلط استيواء 10% ثم نقدم كما هكا شوفوا الحوت جم هذا الروز على البساطة المكونات اشتغل نحن اشتغل عن طبيعة ونحن بشكل يجب ان يكون من طبيعة من طبيعة ومن نكه وشان نقول لكم شاهدكم في الجنة شاهدوا وصفة رائعة جدا بالنسبة للروز تقدموه في طباسة كل واحد وحده وتقدموه مع طبسي سلاطة ثم تعشيته شاهدتكم في الجنة ان شاء الله تجربوا و تقولوا لي في التعليق وكاللي يبغي يقليه في الزيت بنفس طريقة قلوه في الزيت ان شاء الله يا ربي ما بخلت عليكم بويلو استودعكم الله الذي احبكم فيه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته